هل صحيح أن الصلوات الخمسة لا تكتمل إلا بصلاة الوتر؟ لأن الناس قديماً كانوا لا يصلون الوتر إلا في رمضان فهنا يتسألون هل صلاة الوتر فرض؟ يعني لا تكتمل الصلوات الخمس؟ تبقى معلقة لا ترفع إلى الله إلا أن يصل الوتر؟ أرجو توضيح ذلك للناس لا إذا قلت بأن الصلاة الخمسة ناقصة يعني لا ترفع إلى الله إلا بالوتر لا ليس صحيحاً ليس هذا لكن الوتر هي ضمن أعظم النوافل ومما لا ينبغي تركها وترك صلاة الوتر مكروه كراتاً شديدة الوتر لا تختص برمضان أبداً أبداً لا علاقة الوتر برمضان الترويح هي الصلاة الخاصة برمضان الوتر تصلى في كل السنة يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنها واجبة حتى أن من فاتته يقضيها عند الإمام أبي حنيفة واحتج بحديث أن الله كتب لكم صلاة سادسة وهي الوتر لا يعني أنها من حيث الفرائض كالصلاوات الخمسة لا لكن لتعظيم أمرها ولشدتها وصفت بالصلاة السادسة لكن لا يعني أن الصلاوات الخمس ترد بدونها لكن لا ينبغي تركها يعني صح الإمام الشافي قال ليست واجباً ليست واجبة قال لكن من يتركها تسقط شهادته لا يصلح أن يكون شاهداً لأنه ترك صلاة مهمة مثل الصلاة الوتر هي ثلاث ركاعة شي تريد تأخذ من الإنسان ثلاث ركاعة ورمض صلى العشاء إذا ما ناوي تتهجد بعد أن تصلي العشاء وتصلي السنة صليها ثلاث ركاعة ركاعتين ثم تسلم وركعة منفردة أو صليها ثلاثة متصلة لكن لا تجلس في التشاهد الأول يبين تشاهد واحد بالأخير ثلاثة أو الركعة تقوم بعد السجود والثانية تقوم والثالثة تجلس يعني صلاة عادية لا تختلف تقريباً عن صلاة المغرب سوى أنه ما بيهت تحيات الأولى وإذا أرتصليها مثل المغرب لا مشكلة لكن الأفضل أن تصليها هكذا بدون تحيات الأولى فقط تحيات بالأخير وهي صلاة مهمة جداً وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وطر يحب الوطر فأوتر يا أهل القرآن نعم